هلو ماي جيري ستيدنس ازايكم يا فنها تلتا عاملين ايه بإذن الله في الفيديو ده هنبدأ لسن تري من يون التو اوكي عندنا اول حاجة طبعا الكلمات الكلمات بتاعت لسن تري كلها كلها افعيل اوكي يلا بينا وورايا الكلمات عشان ننطقها النطق الصح يلا بينا ينام يبلع يلعب العاب فيديو يصهر حتى وقت متأخر يتأخر يعني او يصهر يشاهد التلفاز أو التلفزيون يتناول وقبة العشاء مش إيد بقى يتناول وقبة الغداء يفوت وقبة الإفطار اللي هو مش بيفطر يعني يعني يلعب بالخارج يلا بينا بيجي اللي بعديها برضو فليمات بس اللي هنا adjectives إيه هي الـ adjectives الـ adjectives اللي هي الصفات يبقى الكلمات اللي إحنا كنا لسأرنا صفحة اللي فاتت دي كانت verbs أفعيل لكن دي صفات صفة يعني بيوصف شيء أو بيوصف شخص يلا ربيت أفترني قوم قوم يعني شخص هادي قوم قوم برافو تايرد مرهق أو تعبين يعني تايرد 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 غاضب بتيجي بمعنين angry وكروس نتقول I am angry أو am كروس يعني غاضب خطبون angry angry cross سلبي negative 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 سلبي داس يعني حاجة مش صحة أو مش كويسة ولكن إيجابي بقى positive 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 غير صحي unhealthy 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 صحي healthy healthy okay إحنا كده عرفنا الفرق من verbs verbs دوت فعل يلعب يشاهد يجري ولكن الصفة dead أو adjective أنا بوصف شيء أو بوصف شخص زي اللي إحنا قريناهم دلوقت يلا turn your page هناخد بقى دلوقتي إحنا خدنا already verbs خدنا adjectives لا الصفات دلوقتي هناخد nouns nouns يعني أسماء أسماء أخص أو اسم جمات تعال نشوف ربيط after me قل وراي عشان تعرف النطق vegetables 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 خضروات فكهة fruit 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 جدال أو نقاش argument 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 قطع pieces 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 مياغة زي soda 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 كوب أو كباية glass glass واجبة meal meal واجبة خفيفة snack snack اللي هو زي الشبسي العصير الفكهة كلها عبارة عن snack اللي بعدي snack saliva 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 اللي عايب الماء اللي تلقوني موجودة في البق بتاعنا على طول saliva اللي هو الريق يعني نعم ما قولك برع الريق ده هي saliva sweet sweet أو candy اللي اتنين معنهم حلوة sweet candy sweet candy أوكي بقى احنا كده عرفنا ان في اي لغة بيبقى فيه صفات بيبقى فيه أفعال بيبقى فيه أسماء الفعال verbs الصفات adjectives والأسماء nouns أوكي يلا turn your page page 59 read and learn تعالوا نشوف نتعلم النهاردة ايه هو الهلثي ايه هو الصحي الان healthy تعالوا نشوف الولد ده ده healthy boy يعني ولد صحي تعالوا نشوف الولد ده بياني when i find things difficult at school or i have arguments with my friends i try to stay positive يعني ايه الكلام ده يعني لما أنا بشوف يعني لما ديني تكون صعبة difficulty يعني صعبة لما ديني يكون صعبة في المدرسة بقى جادل أو بتخارق شوية مع صحابي i try to stay positive بحاول لما اكون ايه positive ليس بحاول اكون ايجابي متفائم ما بكونش ايه غضون طول الوقت i like taking a walk outside because it helps me feel happy and calm انا بحب ان انا اتمشى take a walk يعني اتمشى بحب اتمشى بالخارج عشان التمشيه دي بتساعدني لانا اشعر بالhappy happy يعني سعيد bravo calm يعني هذه excellent بتساعدني التمشيه بتخليني سعيد وكمان هذه يده شخص صحي بيفكر positive يعني بيفكر بطريقة ايجابية وكمان بيامل حاجات بتخلي happy وقال هذه فبتعد تشوف على الناحية التانية اللي هو unhealthy الحياة الغير الصحية قل ايه تعالوا تعالوا لذلك لذلك انا بعمل ايه بتناول candies وسناك بتناول حلوة ووجبات خفيفة ماما بتقول لي اننا مش بحصل على المواد الغذائية الكافية احنا قلنا ان اي انسان بتساعد الانسان اللي هو ينمو ويقبر ولكن بقى الانسان اللي بيقضي كله الاكل بتاعه سناك وسويت يعني حلوة بيقضي الاكل بتاعه معظم بيكون حلوة واكل من بره وكده ده مش بيحصل على مواد غذائية كافية طيب تعالوا نشوف الشخص healthy بنت دي healthy بتعمل ايه عشان تكون شخص healthy صحي I do exercise every day باتمرن اما باروح بلعب كرة او باروح السباحة I like cycling وكمان بحب cycling من شاطر يقول لي cycling excellent cycling يعني ركوب الدرجات او ركوب العجل I'm always in a good mood after I do exercise in a good mood يعني في حالة مزاجية مزاجية حلو حالة مزاجية جيدة يعني تقول لنا دايما ببقى في حالة مزاجية حلو بعد لما اعمل exercise داي شخص healthy دي شخص سحي تعالي نشوف على النحية التانية الشخص unhealthy الشخص الغير سحي يقول ايه بقى الشخص الغير سحي ده I like school but I sometimes worry because I have arguments with my friends انا بحب المدرسة but ولكن انا احيانا انا على طول بخش في جدال مع صحابي then I feel angry and sad بعد ما خش في جدال بعمل ايه ببقى angry angry عن ايه براف وغطبان ببقى angry وكمان حزين I don't tell anyone مش بقول للحد اللي حصل يعني ما بروح احكي ما بروحش احكي مع حد I play video games and try to forget about it بيقول انا بروح بلعب عشان ننسى اللي حصل بروح اعود لعب video games بقى سواء على الموبايل او على اي حط اوكي بقى ده شخص healthy ولا unhealthy unhealthy طبعا هو على طول ايه على طول ساء بيدخل مع صحابه arguments قلنا arguments يعني قدال وكمان بي ما بيحكيش لحده بيبقى negative طول الوقت وكمان بيلعب video games كتير ده كده unhealthy غير صحيح اوكي قول احيانا انا بصهر يعني لما يكون عندي مدرسة بقى تصهر عشان بحب تفرق على التلفزيون وبكلا بحب ألعب video games طبعا بيبقى صهرون طول الليل بيبقى stay up late يعني بيصهر بيصهر طول الليل فلما يجي يصهر للمدرسة بيشعر بي I feel tired and cross يعني tired excellent tired يعني تعبان و cross يعني غضبان هي هي زي كلمة angry okay يبقى عرفنا الفرق بين الحياة الهالفي والحياة الانهالفي يلا page number 60 كالا نعرف يعني calm يعني ايه شخصي هذي يعني relaxed and not angry يعني شخصي كده هذي كده ومش غضبان not angry in a good mood يعني ايه in a good mood feeling you happy and having fun يعني يشعر بالسعادة لو وفي مزاق جيد ده معنى لو يشعر بالسعادة happy وكمان يستمتع have an argument يعني يعني you cross with someone because you don't agree يعني تبقى يكون ايه داخل فاخنا ما حدا عشان انت بش موفق على رأي الفتاة تتجادل معي stay ablate يعني stay ablate not going to bit at the right time مش بتنام في الوقت المس ناسب stay positive stay positive try not to worry when facing a problem وقلنا كلمة worry يعني تقلق تحاول انك لما تكون stay positive بتحاول انك ما تقلقش لما انت تواجه face يعني تواجه مشكلة كلا خلصنا lesson 3 يلا بينا نحل exercise يلا our exercise يقول underline the correct word انت خط تحت الكلمة الصح قبل نحل exercise لازم حافظنا كلمات كويس واذا كنا درس كويس جدا عشان لما الحل exercise نلاقيه سهلي جدا وبسيط يلا بينا he eats or drinks or swims breakfast in the morning بيعمل اي في breakfast excellent eats بيأكل breakfast number two when i feel worried i try to be sad positive happy feel worry يعني اشعر بالالألة لما اشعر بالالألة بحاول اكون اي excellent بحاول اكون positive يعني برغم لأنا بحاول stay positive stay positive يعني ابقى ايجابيا number three it is bad to eat or escape or stay breakfast من السيء انك تعمل ايه bravo كلمة اللي احنا خدناها skip breakfast يعني انك ما تفطرش من السيء انك ما تفطرش لان وقت بترفوطها دي تكون مهمة جدا 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 انو بتضيك طاقة البقية اليوم number four faris gets a lot of sleep or sleeps or slept faris get a lot of rough sleep يعني ايه بينام كتير ما ينفعش اندق مع كلمة sleeps ان ده sleep النون بتفضل sleep ما ينفعش قول sleeps اوكي يعني بيحصل على كثير من النوم احمد gets the night ولا right ولا sight neutrons يعني neutrons قولنا neutrons موات غزائية احمد جد سدائي excellent right right يعني الموات الغزائية الصحيحة يبقى right يعني صحية you should always never or sometimes or always skip breakfast skip breakfast يعني تفوت البريكفست بتاع you are you should ايه bravo مين لقل never 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 يعني ما ابدا انت لا يجب انك ابدا ابدا تفوت وقبة البريكفست الفطور never يعني ابدا number seven it's healthy or unhealthy or bad to eat fruits and vegetables في حاجة healthy ولا unhealthy ولا bad طبعا healthy ان انا اكل fruits and vegetables number eight i feel unhappy when i have mood ولا argument ولا skip with my friends بشعر لنا sad يعني حسين او unhappy لما i have ايه مع اصحابي bravo i have argument لما انا بجادل مع اصحابي بشعر بالحزن don't stay on ولا up ولا underlate لما اقول لك ما تصارش يبقى don't stay up late وضعت من الكلامات اللي احنا اخذنا برو علي don't shout when things go wrong he keeps علي بيسرخ او ما بيعطش يسرخ كده لما الحاجات بتمشي يعني بشكل مش مش احسن حاجة he keeps ايه بقى mood ولا argument ولا keeps calm مش بيتعصى بيبقى هو بيحاول يحوز على ايه yes keeps calm يعني بيحاول هو يبقى هادئ breakfast is my favorite meal or drink or meal الفطار ده what my favorite ايه طبعا meal بقبيت is good ولا bad ولا excellent طبعا bad انك تاكل بمساكرات كتير او حلويات كتير ده حاجة bad يلا بيجي اللي بعديها يلا number two exercise number two write a sentence under each picture يعني هتكتب هتحاول تكون جملة تحت كل صورة طيب هو منديك كلمات تساعدنا يلا بينا نحاول بقى نكتب الجملة مندينا fruits و vegetables هتقول ايه مثلا عايزة مثلا ايه هتقول انا بحب fruits الفواكه والخضروات يبقى انا يعني ايه يعني i اوكي i i يعني احب i like bravo i like ايه بحب ايه fruits bravo الفكهة and وكمان بحب ال vegetables i like fruit and vegetables نحط نقطة لما نخلص الجملة بتاعتنا number two هنكون جملة i stay late stay up فاكريني عن ايه او هو يصهر يعني rovo stay up late يبقى اقول ايه بقى وال i وقال لي ايه هو الفعل بتاعي i i stay up late يعني انا بصهر i stay up late شفتوا سهلة ازاي ما انساشي النقطة number three دوة الباسج وباسج دولنا اصلى السؤال لان احنا بنقرأ وبنى الأجوبة موجودة فكتها يلا بينا my name is عمر اسمي عمر i am ten years old عمري عشر سنين i do sports every day بتمرن كل يوم i sleep eight hours every night انا بنامكان ساعة ثمان ساعات بالليل i never skip breakfast عمري ما فوت واجبة الفطور i eat fruits and vegetables بأكل الفواكه والخضروات i drink seven glasses of water every day بشرب سبع كبات مية كل يوم ما شاء الله عمر صح جدا he is healthy person بينام ثمان ساعات بيتمرن كل يوم مش بيفوت واجبة الفريق بيأكل حاجات مفيدة زي الفروس والفجتابلز ويشرب مية كفاية خلال اليوم how old is عمر عمر عنده كم سنة ها دقية موجودة فين في الكتعة نطلع فوق i am ten years old يبقى نكتب الإجابة i am ونحط النقطة question number two how many hours does عمر sleep how many يعني ايه كم عدد كم عدد ايه الساعات اللي عمر بينامهم عمر بينام ساعة قد ايه نطلع فوق i sleep eight hours every night يبقى نكتب eight hours ينين تمان ساعات اوكي يلا نتشوز بردو لتشوز موجود في الكتعة i eat or drink or swim fruits and vegetables نطلع فوق i eat i eat اوكي i drink seven or eight or nine glasses of water نطلع i drink a seven seven glasses of water بروف علينا يلا read and match هنكرأ ونوصل تعالينوا إرادولة الأول ونترجمهم عشان نحل على طول outside بالخير and vegetables ويخض رواط glasses of water every day كبات مرات مية كل يوم hours sleep every night ساعات نوم كل ليلة breakfast فتور اوكي جاهزين لنحل يالله number one i get about eat اي eat outside ولا eat vegetable and vegetable ولا eat glasses of water every day ولا eat hours of sleep every night ولا breakfast بروفو i eat i get about eight hours of sleep بحاول النام 8 ساعات يوميا i never play عمرين ما بلعب اي بروفو outside ما بلعبش بالخارج ما لعش في الشارع مثلا i never skip عمرين ما بفوت اي بروفو skip breakfast ما بعمري ما بفوت وقبة الفطور i eat fruit excellent and vegetables sweet and خضار i drink 7 اي وشرب 7 اي بروفو 7 glasses of water every day 7 قبات مية كل يوم كده سنة ثالثة نكون خلصنا lesson 3 من unit 2 اتمنى تكون استفدتم من الفيديو وعرفنا نحل كله وفاهمين كل حاجة لو ما فيه حاجة مش فاهمينها كتبوا ليه في الكومنس ونسوش تعملوا subscribe like للفيديو واشوفكم المرة الجاية باي باي هلو يا ساعة ثالثة welcome back معاكم مس اسراء والنهارده هنكمل lesson 4 من unit 3 في lesson 4 هناخد phonics وهي الفونيكس اللي هو علم الصوتية بنتعلم كل الحروف بتتنتق ازاي او صوتها عامل ازاي في الداة الستة النهارده هنعرف الفرق بين long o و short o يلا بينا نعرف ناخد examples او نعرف sound long o دوت اللي هو بيطول شوية الصوت بيطول شوية تعالوا ناخد example tool 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 هل انا قلت tool ولا قلت tool خليتها long تحرف o ممدود شوية tool وطول يعني اداية tool 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 حالة مزاجية mood مو دوت short o عايزة هتبقى يبقى double o بتتنتق long o mood mood امر moon moon غرفة room room طعام food food روفيس ناتار يبقى long o طيب تعالوا بقى نشوف short o book مو قلتش book لا هاي دي book short o يبقى double o ساعة تبقى long o ساعة بتبقى short o book put put long o ما قلتش food لأ put put cook 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 خشب wood wood ما قلتش wood غلط wood wood good good يبقى عندنا double o ساعة long o زي moon زي room زي food دي long اهي وساعة بتبقى short o زي book foot cook wood good فهمتوا ساعة ثالثة يلا بينا نخش نكمل الحرف اللي نقص حروف اللي نقص عشان احنا كبرنا مش بنحط بس الحرف واحد لأ احنا نكمل يدينا حرف واحنا نكمل هنا ايه كلمة دي excellent من اللي لقال mood bravo mood يلا نسبلها m double o d bravo number two من شطر يقوللي الكلمة دي bravo كتاب book يلا نسبل نسبل b double o k bravo يا ساعة ثالثة يلا number three يطبخ دي اسمائي بقى excellent cook يلا نسبل c double o k bravo يلا number four excellent good g double o d good number five دوت bravo moon n double o n يلا number two circle the words that have long 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 o sound هنحط دايرة على الكلمة اللي فيها ايه long طيب تعالوا ننتقى كده look دي اسمائي long ولا short look قلت look لا look كده short ما امشو حط دايرة cook برضو short moon هيا داية اللي هي فيها long اوه يبقى عامل circle عليها يلا number two mood cook look من فيهم اللي فيها long bravo mood يلا number three good room look excellent room long number four book foot good bravo food di food مش foot sorry يبقى food good داية فيهم food long o okey exercise number three write a sentence under each picture هنكتب جملة تحت كل صورة اوكي عندنا هنا الجملة في كلمات اللي في ساعتنا my mother cook or my mother is a cook يعني ماما طباخة my mother is cooking ماما بتطبخ number two read book يعني يلا نكون جملة اللي في البكتشر دا boy or girl bravo he's a boy يبقى نقول هي ولا شي hey bravo عايزة اقول هو يقرأ كتابي يبقى هي ايه he reads لازم نحط ال S عشان هنهي وشي وال S حط فيها S he reads a book هو يقرأ كتاب وننساش المقطع في نهاية كل جملة number three he good اقول ايه هو جيد مثلا هو ولد جايد يبقى he is bravo he is a good boy يعني هو ولد جايد او ممكن اقول عليه مثلا he is in a good mood يعني هو في مزاك جايد يبقى اما اقول مثلا he is a good boy او he is ممكن اكتبها لكو تحت مثلا he is in a good mood يعني هو في مزاك جايد طيب number four the moon sky اقول مثلا الامر موجود في السماء يبقى اول ايه the moon the capital عشان احنا في بداية الجملة the moon مالو عايزة اقول في السماء is عشان المون مفرد يبقى the moon is in the sky نحط نقطة في اخر وكده نكون خلصنا listen for you سنة تالتة و listen for it سهلة جدا خدنا long o و short o وخدنا examples عليها اتمنى تكونوا فهمتم الدرس دا ولو ما فيه اي حاجة مش فهمينك تبولي في comments تنسوش برضو تعمل like و subscribe عشان يوصل لكم كل الفيديو اشوفكم المرة جاية باي باي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة